لما رجعت من إيطاليا وروح تسلم على الأستاذ يحيا اشتغلت معزني بركات لما جيب عتلي بعد كده في المسلسل الثاني نصف رباية الآخر قلت له لا إيه ده كانوا مش عارف أربعة خمس حلقات وتعمل تقول لك يا أستاذ يحيا أنا راجل مخرج ومحترم وليه مكانتي وشعاي أنا هبطل التمثيل الله يرحمه قال هتعمل الدور ده لأ جملة حضرتك اللي قلتها في البداية قال لي بص يا محمد عايز أقول لك حاجة أنت ممثل مصدق على الشاشة وأنا أصدقك بس أنت دلوقتي في مرحلة صعبة لأنت شاب صغير ولأنت كبير فأنت مفروض أنت في مرحلة وسط لازم يكتب لك أدوار مخصوص قلت له أنا مين اللي هيكتب لك أدوار مخصوصة وهو أصر أن أنا أعمل الدور وعملته فعلا ونجح جدا والحمد لله كان كويس مسلسل من أهم المسلسلات والحمد لله يعني طيب من هنا حصل تحول داخلي نفسي داخل حضرتك وقلت خلاص أنا مش هممني الدور من الجلدة للجلدة أنا أثبت نفسي كمخرج أنا هعمل المهم أن المشهد يكون يليق باسمي ويبقى إضافة للمسلسلات لا لحد المرحلة دي لا إمتى بقى دا حصل دا حصل سنة 98 كنت بخرج مصرحة مولي السيد المرعب وبعتلي الأستاذ حسام الدين مصطفى في مسلسل ابن حزم ورحته بتاعه أنا ما كنتش بحب حسام أوه في المرحلة دي يعني بتهيقلي نشور تعال نما لما عرفته عاشقته رحمة الله عليه رجل جميل وبيحب كل الممثلين وكان يخدم أي ممثل شغل معاه المهم فلما بعتلي لقيت الدور الصغير آه الخمس حلقات من الجلدة للجلدة المنصور المنصور قلت إيه دا هروح بقى ولزق دقن وحاجات بقى قديمة وبتاعه وكان أجري في التلفزيون ساعتها يعني هاخد في المسلسل كله مش عارف كله تلاف وخمسمائة جنيه حيصفوا على ألفين وخمسمائة أولا ولا حاجة ولا حاجة يعني فجيت هاعتزر كان قاعد جنب الأستاذ يوسف عوف فبيقول لي إيه قلت لي حسام الدين مصطفى عادة لخمس حلقات مش حاسة أنا خلص التمثيل بالنسبة لإنته جملة يوسف عوف رحمة الله عليه قال لي الكلام اللي انت بتقوله لها قال لي اللي انت ما عملتوش في عمرك كله ممكن تعمله في سنة واحدة لما عملت الدور والحمد لله لقيت يعني الثناء جامد جدا والبتاعه راح الأستاذ حسام خدني المسلسل اللي بعديت داني بطولة نسر الشارع أسدين شيروكو في نفس العام بعتت لي مدام إنعام محمد علي أم كلسوم وبقى قاسم أمين بعدها وبقى قاسم أمين فبدأت إيه ها وبدأ أعمال تانية بقى بقى غير مع صبح بعمل أعمال سنبل كنت عملت سنبل بدأت أدوار بقى يعني فارس بلا جواد وتعرضت الرواية ونجحت اللي هي ملسيد المرعب عرضتها تمانية وتسعين تسع وتسعين ألفين بعت لي الأستاذ عاد الإمام أعمل بوديجارد وعملته عشر سنين عشر سنين متصلين فمش عارف أخرج طبعا في وسطهم أخرجت كده مسرحيتين ويعني إيه في وقت الأجازات فده بقيت بمثل هنا فبطلب كتير وحصل بقى اللي حصل بعد خمسة وعشرين أغنائر هل ده عمل لك رجل؟